موسيقى السادسة في العاصمة طرابلس حيكم الله و أهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار و البداية بالعنوين البنيان المرصوص تسيطر على جامعة سرط ومنطقة الجيزة والشركة الصينية و مقتل رئيس غرفة طواري لسلاح الجو و مرافقه في تحطم طائرة قرب مجمع و جدوغو الطيران التابع لعملية الكرمة يخصف منطقتين الفتايح و حجاج الساحل في درنة و الوضع داخل المستشفيات في المدينة يزداد سوءا ست دول غربية تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في محيط من أزويتين النفطي و تدعو إلى تجنب تدمير البنية التحتية و عودة جميع المنشآت النفطية و الغزية لسيطرة حكومة الوفاق أهلا بكم إلى التفاصيل قال عضو المركز العالمي لعملية البنيان المرصوص أبو بكر مصطفى إن قوات العملية سيطرت بشكل كامل على جامعة سرط و ما يعرف بعمارات العظم و الشركة الصينية و منطقة الجيزة العسكرية و هي تتقدم باتجاه مجمع قاعات و جدوغو أوضح مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم تسجيل أربعة جرحة من قوات البنيان المرصوص بعد بدء هجوم على مواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة من عدة محاور و أشار مصطفى إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ عدة طلعات استطلاعية لتحديد مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة و إن طائرات الدعم الأمريكية شنت بدورها غارات على مواقع تابعة للتنظيم وسط مدينة سرط هذا و أكد مصطفى مقتل رئيس غرفة عمليات الطوارئ لسلاح الجو التابعي لعملية البنيان المرصوص العميد مختار فكرون و رفيقه عمر دوغا بعد سقوط طائرتهما في محيط مجمع قاعة و جدوغو أوضح مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم فقد الاتصال بطاقم الطائرة الحربية من نوع ميغ صباح اليوم أثناء تنفيذها غارة جوية على موقع تابع لما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة دون معرفة أسباب ذلك هذا و تعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق عملية البنيان المرصوص لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن جنودا من القوات الأمريكية الخاصة قدموا للمرة الأولى مساندة مباشرة لقوات البنيان المرصوص التي تقاتل ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط و نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم أن الجنود الأمريكيين يعملون انطلاقا من مركز عمليات مشترك في أطراف مدينة سرط بالتنسيق مع نظرائهم البريطانيين على تحديد مواقع لضربات الجوية وتزويد قوات البنيان بالمعلومات الاستخباراتية و لم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون على ما جاء في الواشنطن بوست إلا أنها أعلنت في وقت سابق أن فرق أمريكية صغيرة تساعد في إطار العمليات الاستخباراتية في ليبيا رجح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيز السراج تحرير مدينة سرط من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة في غضون أسابيع و قال السراج في مقابلة مع صحيفة الكورير ديلا سيرا لإيطالية إن سمح السلطات الإيطالية لطائرات الأمريكية باستخدام قاعدة سيجنونيلا العسكرية في شم غراتها على مواقع التنظيم في سرط خطوة إيجابية وأضف السراج أن ليبيا تسعى إلى تعاون أقوى مع إيطاليا خاصة فيما يخص المساعدات الإنسانية وإيواء واستقبال الجرح مؤكدا أنه لا يستبعد فرضية تسلل عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة تحت غطاء الهجرة غير نظامية المتوجهة إلى أوروبا هذا وقد رأى الخبير العسكري نوري الصلابي في نشرة سابقة أن انتصارات عملية البنيان المرصوص اليوم جاءت نتيجة معارك ضرية وقصف جوي ومدفعي وتطوير بعض الصواريخ فضلا عن معاونة الطائرات الأمريكية التي حققت إصابات دقيقة في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة معتبرا أن حسم المعركة في سرط بات قريبا الحسم بات قريبا تقدم قواتنا الآن وباستخدامهم للأسلحة التقيلة في بعض الأماكن والمساند الجوية سواء من سلاحنا الجوي أو من السلاح الجوي الأمريكي كل هذه أصابت التنظيم بخسائر فادحة وخلت بقواته وأصبحت قواته ضعيفة الآن شعلا قال وكيل وزارة الخارجية الإيطالية فيجهنزو أميندولا إن بلاده ستقدم الدعم الكامل لليبيا في حربها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط وأضف أميندولا في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في العاصمة طرابلوس أنه من حق الشعب الليبي التحرر من الإرهاب بمساعدة التحالف الدولي حسب وصفه وأكد أن بلاده تعمل على مساعدة القوات الليبية في معركة مدينة سرط الحكومة الإيطالية ستقدم الدعم الكامل لليبيا في حربها على ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط ومن حق الشعب الليبي التحرر من الإرهاب بمساعدة التحالف الدولي هذا وأكد وكيل وزارة الخارجية الإيطالية أن بلاده ستقدم تعاونا سريعا لحكومة الوفاق الوطني بالإضافة لافتتاح مستشفى ميداني في مدينة سرط نسعى لتقديم تعاون آنين وسريع لدعم حكومة الوفاق الوطني في معركة سرط وسنعمل على تنفيذ مستشفى ميداني هناك على الأرض أعيد في مدينة سرط افتتاح المركزين الصحيين هراوة والحنيوة الواقعين شرقي المدينة وتم سئناف العمل فيهما بعد إغلاق كامل بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها المنطقة وقال مصدر إعلامي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن جهاز الإمداد الطبي فرع الوسطى أرسل شحنات طبية إلى هذين المركزين احتوت على إسعافات أولية ومشغلات المرافق الصحية من مستلزمات طبية وتطعيمات للأطفال هذا وقد سيرت جمعية تمزين للأعمال الخيرية في العاصمة طرابلوس بالتعاون مع مؤسسة إثار للأعمال الخيرية في سيرت قافلة إغاثة للأسر النازحة من مدينة سيرت إلى بوغرين وبونجيم والوشكة وقال رئيس مؤسسة إثار للأعمال الخيرية عبد الحكيم مشري لقناة ليبيا لكل الأحرار إن القافلة الإنسانية استهدفت أكثر من 320 أسرة نازحة مضحا أنه تم توزيع ثلاث سلال غذائية لكل عائلة ضمت مواد غذائية وسلعا تمونية وأضف رئيس المؤسسة أنه تم توزيع إعانات مالية مقدمة من صندوق الزكاة في طرابلوس على أكثر من 60 عائلة محتاجة نازحة من سيرت في مدينة درنا قامت مفوضية كشاف المدينة بدفن أربع جثث مجهولة الهوية يوم أمس الأول كانت بثلاجة مستشفى الهريش في المدينة ولم يجري التعرف عليها وقال مصدر نعلمي من مدينة درنا إن الجثث تعود للاشتباكات التي اندلعت الأيام الماضية بين قوات عملية الكرامة ومجلس شورى مجاهدي درنا وضوحيها منوها إلى أنه رغم التواصل مع جميع الأطراف إلا أن أحدا لم يتسلم الجثث حسب قوله وأضاف المصدر نفسه بأنه جرى استفاء كل الإجراءات القانونية من أجل إتمام عملية الدفن هذا وأضاف المصدر نفسه أن طيران عملية الكرامة نفذ يوم أمس غارة جوية استهدفت منطقتين الفتايح وحجاج الساحل أوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القصف قضى على أكثر من أربعين رأس غانم تعود ملكيتها لأحد المواطنين فضلا عن الأضرار المادية الأخرى هذا وقد أفد المصدر نفسه بأن قيادات عملية الكرامة عقدت اجتماعا مؤسعا لبحث إطلاق عملية دخول المدينة من جميع المحاور حسب قوله هذا وقد قال مصدر من لجنة الأزمة في درنا أن الوضع داخل المستشفيات في المدينة سيء للغاية موضحا أن غرف العمليات شبه متوقفة عن العمل نتيجة النقص الحاد في المواد المخدرة وأضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هوياته لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات عملية الكرامة منعت خروج خمس حالات حرجة لتلقي العلاج لافتا إلى وجود نقص كبير في المعادات والمستلزمات الطبية داخل المستشفى أو داخل درنا وأفاد المصدر نفسه بأن المدينة تشهد وضعا معيشيا صعبا في ظل نقص المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء والاتصالات بشكل متكرر في المدينة أقامت مدرسة الأوائل للتعليم في مدينة درنا احتفالية بمناسبة انتهاء العام الدراسي وذلك بمشاركة أولياء أمور الطلبة والمعلمين وقد احتفلت المدرسة بالطلاب المتحصلين على المراتب الأولى بمختلف سنوات دراسية حيث وزعت عليهم شهائر التقدير والجوائز وقد تم تكريم الموظفين من العمالة الوافدة وعدد من المعلمين خلال الاحتفالية كما تم عرض فقرات غنائية وفنية وقبل أن نستكمل النشرة ننوه إلى أن هذا الخبر الذي وردنا الآن فقد نقل عن المركز العالمي لعملية البنين المرصوص أن قوات العملية سيطرت الآن على مجمع قاعات وجدوجو في مدينة سرط وسنوفيكم بتفاصيل أوفى في نشرتنا القادمة إلى بنغازي الآن حيث قال مصدر من مجلس شورة وار بنغازي أن جميع المحاور تشهد هدوءا حذرا اليوم أوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات الشورة تمكنت من السيطرة على مصيف اليساميين الواقعي في منطقة جنفودا وأن قواتهم تزال تحافظ على تمركزاتها بمحيط العمارات الصينية وفاد المصدر بوجود طيران استطلاع في سماء المدينة إلا أنه لم ينفذ أي تغارة جوية ونبقى في بنغازي حيث نقلت وكالة بوشرة الإخباري مقطع فيديو يظهر جانبا من أثار الدمار الذي لحق بمساكن منطقة جنفودا وذلك نتيجة قصف الطيران الأجنبي للمنطقة إضافة إلى قصف الطيران الحربية تابعي لقوات عملية الكرامة قرر وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطني المهد البرغثي نقل تبعية الكتيبة 204 دبابات وارحبت الدروع الرابعة إلى وزارة الدفاع كما نص القرار على أن تقوم الوحدات المذكورة بتأمين وحماية مكتب وزارة الدفاع في مدينة بنغازي وأي مهام أخرى تصدر عن وزير الدفاع في موضوع آخر أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في بيان مشترك عن قلقها من تصاعد توتر في محيط من الزويتين النفطية ودعت هذه الدول الست جميع الأطراف إلى تجنب تدمير البنية التحتية وطلبت بعودة جميع المنشآت النفطية والغازية تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني دون قيد أو شرط بحسب ما نقلته وزارة الخارجية الفرنسية وشددت هذه الدول على ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف إنتاج الخامي من أجل إعادة بناء الاقتصاد الليبي هذا وقد اعتبر الخبير الجيوستراتيجي غازي معلا في وقت سابق أن المجتمع الدولي يريد إنهاء الصراع حول المسألة النفطية وأن تكون لحكومة الوفاق بقيادة السراج اليد العلي عبر مؤسسات الدولة على هذا المرفق الهام لأن ليبيا من دونه ستعيش أزمات كبيرة على حد قوله موضحا أن المجتمع الدولي يتجه حاليا نحو محاصرة كل المسائل العسكرية لسيما في مدينة سرط الإشكالية تقع على كاحن المجتمع الديلي وعلى استياس البيتجين والأτراف الصراع الديلي يبدو أن يفكرون بأكثر سرعة وكافيها وكافيها بأكثر فاعلية يعني المجتمع الدولي ما يهمه هو مصالحهم الشخصية ومصالحهم الجاسية وليس مصالح المجتمع العامة لذلك أعجب أنه ألف الوقت ممهمة بالنسبة للدنيين وغير مهمة بالنسبة للغرب والمجتمع الدولي قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصلحة بلاده الرئيسية هي دعم التوافق بين الأطراف الليبية وسعي إلى توفير بيئة مهاتية لتنفيذ اتفاق مدينة السخيرة المغربية أوضحت الخارجية المصرية أن مصر ستدفع بجهدها الدبلوماسي من أجل وضع حلول ترضي جميع الأطراف الليبية مع الحفاظ على المؤسسات الليبية الدستورية القادمة وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق قد التقى يوم أمس في العاصمة المصرية القاهرة وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث الأوضاع الليبية هذا وقد أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة ستتتواصل خلال الفترة القريبة المقبلة مع مختلف الأطراف المعنية بالوضع في ليبيا ونقل المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية محمود عفيفي عن أبو الغيط قوله إنه من غير المقبول تنحية دور الجامعة العربية في تناول الأزمات التي تمر بها الدول العربية ومن بينها الأزمة الليبية مشيرا إلى ما نص عليه القرار الصادر عن قمة نوالكشوت فيما يتعلق بدعم وحدة ليبيا واستقرارها وتكليف أمين عام الجامعة العربية بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن وجاءت تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية خلال لقائه بوفد من عضاء مجلس النواب وقد شهد هذا اللقاء استعراض آخر تطورات الموقف في ليبيا وسبل إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد في محاولة لتنشيط دورها في حل الأزمة الليبية تواصل جامعة الدول العربية تحركاتها في محاولة لتدارك غيابها عن الجهود الرمية لتقريب وجهات نظر الأطراف الداخلية فقد بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وفد من أعضاء مجلس النواب برئاسة محمد شعيب آخر التطورات في ليبيا بهدفي عادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى البلاد ونقل المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية محمود عفافي عن أعضاء مجلس النواب مطالبتهم بتعيين مبعوث خاص للجامعة يكون معنيا بالتطورات في ليبيا لافتن لأنهم ناقشوا تنفيذ اتفاق الصخيرات وجهد دعم المؤسسات الليبية الموحدة ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب وأكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة ستتواصل خلال الفترة القريبة المقبلة مع مختلف الأطراف المعنية بالوضع في ليبيا أبو الغيط قال إنه من غير المقبول تنحية دور الجامعة في تناول الأزمات التي تمر بها الدول العربية ومن بينها الأزمة في ليبيا مشيرا إلى منص عليه القرار الصادر عن قمة واكشوت فيما يتعلق بدعم وحدة ليبيا واستقرارها وتكليف الجامعة العربية بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن هذا وتبقى جهود الجامعة العربية والوساطات الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا معطلة إلى حين قبول الأطراف الداخلية بضرورة الالتزام باتفاق الصخيرات وتقديم تنازلات من أجل بناء وطن يسع للجميع ويبقى السؤال هل ستبدل جامعة فعلا في التواصل مع جميع الأطراف والضغط من أجل الوصول إلى حل للأزمة أم أنها ستكتفي كما اكتفت في بداية الأزمة بمتابعة الصراع وانتظار أن يحسم عسكريا نواصل تقديم هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل شاب ليبي يسجل رقما قياسيا جديدا في بطولة ليبيا للذاكرة بحفظه أكثر من 330 كلمة في أقل من 5 دقائق البنيان المرصوص تسيطر على جامعة سيرت ومنطقة الجيزة والشركة الصينية ومقتل رئيس غرفة الطوارئ لسلاح الجو مرافقه في تحطم طائرة قرب مجمع وقادوغو الطيران تابع لعملية الكرم يقصف منطقتين الفتاح وحجاج الساحل في درنة والوضع داخل المستشفيات بالمدينة يزداد سوءا ست دول غربية تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في محيط من الزويتين النفطية وتدعو إلى تجنب تدمير البنية التحتية وعودة جميع المنشآت النفطية والغزية لسيطرة حكومة الوفاق أهلا بكم من جديد قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر إن منظمة الصحة العالمية قدمت عشرين مجموعة معيارية خاصة بالحالات الصحية الطارئة لمستشفيات مدن مصرطة وسرط وبني وليد فضلا عن تقديم معدات طبية خاصة بالعمليات الجراحية من خبل منظمة أطباء بالحدود والصليب الأحمر وأميرجنسي وأضاف كوبلر في تغريدة له على حسابه عبر تويتر أن المساعدات تكفي لإجراء مئة عملية جراحية ومعالجة سبعين ألف شخص قررت فرنسا منح إعانة جديدة بقيمة أربعمائة وخمسين ألف يورو لصالح اللجنة الدولية لصليب الأحمر لتعزيز المساندة المادية والدعم التقني للمستشفيات والمرافق الصحية الليبية وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية عبر موقعها أنه بناء على الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الليبية بالتنسيق معها ومع منظمة الصحة العالمية قررت فرنسا وألمانيا إرسال شحنة جديدة من الأدوية بعد شحنة كانت أرسلت في أبريل الماضي إلى طرابلس كما قررت فرنسا تمويل فريق طبي بغرض إجراء عمليات جراحية في تونس من أجل علاج جرح قوات المجلس الرئاسي التي تخوض معارك في مدينة سرط في موضوع آخر قال نائب رئيس لجنة رعاية موسم الحج للعام الحلي صبر الفرجاني إن اللجنة قد انتهت من غالبية الإجراءات المطلوبة للحجاج الليبيين وتقديمها لوزارة الحج السعودية والمؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية وضف الفرجاني أن اللجنة قد تقدمت للسلطات السعودية بطلب زيادة عدد الحجاج إلا أنه لم يتم الرد على طلبهم حتى الآن وأفد نائب رئيس لجنة رعاية موسم الحج للعام الحالي بأن أول رحلة للحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة ستكون في نهاية الشهر الجاري أنقذت قوات خفر السواحل الإيطالية يوم أمس 84 مهاجرا غير نظمي قبلة السواحل الليبية ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن خفر السواحل الإيطالي قوله إن المهاجرين حاولوا عبور البحر المتوسط من ليبيا على متن قارب صيد وأنهم واجهوا أوضاع بحرية صعبة هذا وقد أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن قربة 99545 مهاجرا وصلوا إلى السواحل الإيطالية عن طريق البحر منذ بداية العام الحالي بينهم 3177 شخصا في عداد المفقودين أو لقوا حتفهم خلال محاولتهم العبور من شمال إفريقيا إلى القارة الأوروبية قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت ممثلين عن سبع سفرات إفريقية في ليبيا لزيارة مركز صلاح الدين لإواء المهاجرين غير النظاميين في العاصمة طرابلوس الذي يضم 350 مهاجرا من غرب إفريقيا أوضحت المنظمة أنها نسقت مع السلطات الليبية لتسهيل هذه الزيارة للإطلاع على ظروف إواء المهاجرين وبحث إمكانية إطلاق سراحهم وأشرت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أغلب المهاجرين غير النظاميين قد أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم مؤكدة أن هذه الزيارة هي جزء من مشروع المنظمة لمساعدة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل داخل ليبيا سجل الشاب محمد بشيش رقما قياسيا جديدا وحصل على الترتيب الأول في بطولة ليبيا للذاكرة 2016 في العاصمة طرابلوس في دورتها الثانية بمجموعة 3677 نقطة وحطم بشيش الرقم القياسي القديم بحفظه أكثر من 330 كلمة في زمن قياسي يقدر بأقل من خمس دقائق وقال مؤسس بطولة ليبيا للذاكرة عبدالقادر الفاسي إن البطولة الثلاثة قد شهدت مشاركة 28 متسابقا اجتازوا 11 اختبارا من اختبارات التذكر مضيفا أن ليبيا تحتل المرتبة الثاني عربيا والثالثة عشرة عالميا في الذاكرة إلى هنا تنتهي النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين البنيان المرصوص تسيطر على جماعة سيرت ومنطقة الجيزة والشركة الصينية ومقتل رئيس غرفة الطواري لسلاح الجو ومرافقه في تحطم طائرة قرب مجمع وقادوغو الطيران تابع لعملية الكرامة يقصف منطقتين الفتايح وحجاج الساحل في درنا والوضع داخل المستشفيات في المدينة يزداد سوءا ست دول غربية تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في محيط من أزويتين نفطي وتدعو إلى تجنب تدمير البنية التحتية وعودة جميع المنشآت النفطية والغازية لسيطرة حكومة الوفاق النشرة وقد انتهت أشكر لكم كرم المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة